صباح الخير أنا أكرم و رح أحكي لكم عن نبات الكلاثية بالبداية رح ننقل هذه النبات من أصيص إلى أصيص أو من سندانة إلى سندانة وعملية النقل جدا سهلة وبسيطة مثل ما واضحة قدامكم بالفيديو و رح نتبعها خطوة بخطوة و رح تشوفون مدى سهولة عملية نقل النبات بالبداية رح ناخذ سندانة و نتأكد من فتحات التصريف اللي موجودة أسفل السندانة هاي الفتحات بالأعم الأغلب تجي مغلقة من الشركة المصنعة لذا لابد بنفتحها باستخدام أي أداة حادة و سكين المطبخ رح تفي بالغرض و رح نخلي قطعة من القماش أسفل السندانة حتى تحافظ عليه التربة من الإنجراف التربة اللي مستخدمة بيتموس عراقي هذا يختلف عن السمات هذا وسط زراعي يحفظ النبات بي يختلف عن السمات العضوي لذا لا يفضل استخدامه كسمات النباتات اللي تجرع بالبيتموس تحتاج إلى مواد غذائية مثل الـ MBK وبقية الـ SMD الكيميائية اللي تستخدم للنباتات نباتة الكلاثية نبات داخلي ظلي العناية بيه جدا سهلة وبسيطة هذا النبات بالنسبة للإضاءة يحتاج إضاءة منخفضة ولا يحتاج الإضاءة العالية يعني ما يحتاج أن نخليه قرب النافذة الإضاءة العالية ممكن تأثر عليه هذا النبات لذا الإضاءة أو الإنارة الكهربائية اللي مستخدمة بالغرف أو بالبيوت راح تكون كلش كافية بالنسبة لهذه النبات بالنسبة للسقاية هذا النبات يعامل معاملة النباتات الظلية الأخرى حساس للسقاية بغزارة أو بكميات عالية الموضوع راح يأدي إلى تعفن الجذور بالتالي راح نفقد النبات لذا يسقى عنده جفاف التربة بالصيف راح نسقي كل سبع أيام بالشتاء راح نسقي كل 15 يوم والموضوع بصورة عامة يعتمد على جفاف التربة بالنسبة للتسميد راح نسمده بسمادة الـ MBK المتوازن المتعادل العشرينات مهما كانت التسمية راح نسمده بالشهر مرة هذا كل ما يتعلق بنبات الكلاثية ترجمة نانسي قنقر